انت مزع الجمهور جزي مالك يا شدي ايه؟ مزع الجمهور جزي مالك ليه؟ عشان تصريحك بتاع التمانين والله اللي تجيك بص انا بص اقولها لحاجة اه اه تمين مليون يعني في تصريحات ماشية انت خليني ماشي من المبدأ ده النهاردة بتنادي الكارنة وكل ما بقى في اجازة يطلع الموضوع ده ومش في اتحاد افريكي او انا صاحب الاتحاد الافريكي دا ولما تديني البطولة دي والناس منحوها للنادي الاهل وجاي خلال 18-20 سنة اتكلمني في الموضوع تان يا دي من حاجة ما تدايقش مش فيه اما الاتحاد الافريكي يقول مش من حق النادي الاهل خلاص شكرا ناخد الجايزة كده نطلعها من دولاب البطولات نقول اتفضل خلاص ده مش منها لكن فيه ناس مسؤولة ما فيش حد بيوزع الالقاب على نفسه كده طب ده مالو بالتصريح بتاع انا جايلك للناس ما زعلتش من ده بتلتزم بتلتزم الصمت لا جمهور الاهل طيب انا بقولك بص فرو بص فرو هقولك فلسفتي ايه ولو انا غلطان خلي حد يرد علي مع ده احمد جمال بس يركن على جنب كده علشان هو تجاوز مين مع عرفش هو يمثل مين بالزبط في الاعلام يعني هو تجاوز كل احترام لي طبعا كل احترام لي انا بحترم الشخصيات المحترمة الموزبة لما تختلف ما تروحش للشخصان فبالنسبة لي اللي بتكلم بيقول حاجات صعبة جدا يعني لا تليك فانا بخصه المرة دي البرنامج هنا مش اللي احنا انا مش موجود عشان اتشفى وعمري ما اعمل كده ولكن اعرف ارد في حاجاتي بقى الخاصة اعرف اجيب حق كويس جدا ولكن فيه ناس بتحب بتاخد اللقطة خد اللقطة باحترام خد اللقطة بالمنطق خد المنطق انا ما جيت قلت كده قلت معاك قبل كده وحرجع كررتين النهاردة الاندي الاهلي لما بيلعب في كاس العالم للاندي وجيل عنده ستة وسبع سنين وشايف الاهلي بيقابل باير ميونيف وشايف الاهلي في كاس العالم للاندي وشايف الاهلي بياخد بطولة افريقيا وبيكسب كل المنافسين اللي بيقابلوا حيطلع بيشجع ايه حتى لو حتى لو موزة ملكاوي باش او هتضربوا بالعافية وو بشايف ايه ماشي ما انا بقولك حتى لو بوزة ملكاوي لا ما دخلنيش فيدي انا ما هدخل بيت بيت بقى ده اللي هدخل بيت بيت موانا بكلامة في كده انا باختصار مو بتحصل على فيجرافية لايه اب اهل زام الكاوي او اب اهل زام الكاوي انا مش مش بادعو لانا با او قلت كده عشان نروح احنا ليه نمسك في حاجة ونقض يا اخناية مش خناية وانا وجهة ناظر زي ما انت بتقول انا نادي الكارن انا 80 مليون انا شعبيتي جارفة في الوطن العربي انا بروح لعب في قطر محترام من ليك الستاد كله ممكن يتميلي جماييري النادي الاهلي لان شعبية الاهلي كبيرة جد بروح السعودية مفيش مكان في السعودية بروح الامارات روح تمتش العين جماييري النادي الاهلي وغير 3-4 الملعب فانا قلت بقى عد الوطن العربي جماييري مصر ما اتكلم ولا بنقول حاجة لما احنا نقول هنلاقي بقى كلام مش مزبوط ونتجاوز وانا بكلمك كورة كلمني كورة هتروح لحاجات شخصية كده بقى المنطقة صعبة ومش اعلام مش فقدنا انا بكلم في حاجات وقعية وجهة نظر وجهة نظري ولكن ما بجيش على حاجة تخص يا هنفع اقولك مثلا الدوري اللي اخده نادي الزمالك او السوبر اللي اخده كان الاهلي يستحقه عشان خطر كان فيه مش عايف حكم والدته اساسها كان يعني زوج حضرتها زمالكية ما ينفعش ادخل الجماهير في الكلام ده احنا مش قاعدين في كافية احنا عادينا على هوى صح اللقب بتكسب يتكتب في تاريخك يتكتب باسمك لو في حاجة مش مظبوطة رجحها رح خد حقك بالقانون خاطب الاتحاد الافريكي ثم اتفضل اللقب لكن ما تكلمناش في ده ليه بس تزعل من الحق ليه ما مش فيه انا اما بيجي اتكلم حتى اما قلتلك احترم جماهيرنا دي الزمالك جد واحترم مجلس ادارتنا دي الزمالك جد بس ما بيحبش غير الاهلي ومش هحب غير الاهلي ومش هحب غير جمهور الاهلي انا حر لان الناس دي لو لالنادي الاهلي حرجع اقول المرة المليون انت تحرمني من حب النادي اللي دخلنا دفع عنه في اي مكان على فكر الاهلي اللي ركبني عربية كويس والاهلي اللي علم ولادي الاهلي اللي خلى قالية قيمة في المجتمع بس ممكن تكون يعني بسبب فيها الجمالية النادي الاهلي فلولا انا بقول الاهلي نعمة كبيرة لما حد يقول زمالكيه بقوله انت زاد قول كده لأ بقوله حب نديك ودفع نديك من تلك القوة لكن ما تتجوز في حق احد ما تسلبش بطولات تعبت فيها وشئت فيها اولا قبل اخدت عايز تاخده مني ومش بتاعك ويطلع تحت المسمى السبعة والتسعة والاتنين والاربعة كده ويطلع